السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشارك معكم طريقتي في تحضير صلصة الطماطم اللي كاتنفعل بزاف الحاجات وكاتجي رائعة جدا بسم الله على بركة الله عندي كيلو جرام من الطماطم الكبيرة مغسولة مزيان كاتتقصل عدة مرات لاني غادي نستعملها بالقشرة دياله ممكن نضيف معها قطارات من الخل كناخد سكين ونتخلص من القطعة اللي كينا في الوسط ديال الطماطم وكنقسمها على ربعة بلما نهبط حتى للتحت وممكن ايضا تقطعها هكا للطريفات لكم كامل الاختيار انا غادي نضيف معها طماط سوغيز اللي هي طماطم صغيرة حتى هي مغسولة مزيان كيلو جرام ايضا ممكن نديرو غير نوع واحد اما الكبيرة اما صغيرة مش ضروري تخلطو بناتهم ولكن طماطس سوغيز كتعطيها لون زوين وحتى القوام كيكون زوين كان اخد طنجرة ديال الضغط وضعت فيها طماطس سوغيز مطيشة اللي كبيرة ثلاثة الوريقات ديال سيدنا موسى توم اللي كيكون مكشر او ممكن تخلوه بالقشرة ديالو ماشي ضروري انه يتكشر سلا اللي تكون توسطها مكشرة وحتى هي كنقطعها لطريفات ممكن تضيفو حتى فلفلة حمرة كتقطعها واضيفوها جوجي حبات من الجزر مكشر ومقطع مكعبات لها كتكون شوية كبيرة لانا غادي نصدع لها في الكوكوت الى لاحظوا ان الطماطم عندكم قاسحة او ما طيبةش بزاف كتضيفو لها واحد نصف كاس ديال الماء صغير الى لاحظوا انها طرية ورطبة بلا ما تضيفو لها الماء ما غاديش نضيف لها الماء وكنسدع لها كتطيب مدة ديال 25 دقيقة كنحل عليها كتلاحظو نسبة الماء كينة كتيرة كنتحنها باي طحنة ممكن هاد البغام يكسغ اي طحنة عندكم كنتحنوها مزيان مباشرة غادي نصفيها وكنضيف لها بعض الاضافات وغا رجعها في القلبوطة كتتبخر من ذاك الماء اللي باقي فيها كتزيد كتعقاد حسب الكتافة اللي بغيتو الى كانت البيتزا خصة تكون شوية تقيلة الى كانت السباكيتي ولا المعجنات خلوها شوية كتكون خفيفة كتزيد كتحكمو فيها والشكل محصل عليه كنضيف لها الملحة بحسب الطوق اللي بزار حتوه بحسب الطوق مو كلي هريسة ملعقة صغيرة سكر اللي كتعمل على التعقيم ديال الطماطم وكتحيل لنا الحموضة ديال مطيشة زيت الزيتون مقدار 4 ملاعق كبيرة ممكن حتى الخمس ملاعق كبيرة كنرجعها فوق البوطة كتغلو كتتبخر وكتزيد كتتقل بعد ما حيتها من فوق النار ضفت لها الزعتر اللي كيكون جاف سخنتو شوية وكنحكو بنيتيا كنسمها كعطامة داقراء جدا ممكن ما تديروش بطبيعة الحال هذا والشكل محصل عليه خليواها حتى تتبرد تماما مباشرة أنا كنحتفظ بها سنوات هذي شاركت معكم هاد طريقة كنديرها في علب ديال الزجاج وكنديرهم في المجمد هاد النوع هاد راما كيتهرسوش في المجمد نهائيا كما كتلاحظو هادورة لهم ست أو سبع سنوات هما كنديرهم في المجمد ما كيوقع لهم تحاجة كما لاحظو الغطاء ديالهم كيكون كيتسد مزيان ما غادش تتصرب لهم حتى حاجة ما تدخل لهم لريحة لها حتى حاجة ودائما كان فضل أنكم تبتعدوا على البلاستيك كندير طبيعة الحال حتى تبرد أحد كتديرها في العلب وتغطيوا عليها ضروري تتبرد أعاد كتدخلوها المجمد وقت ما بغيتوا تحضروا شي حاجة بسلسة طماطم سواء البيض سواء سباكيتي ببيتزا أي حاجة فيها سلسة طماطم كتجي بدول علبة كتطلقوا كتخدموا بها كتجي من أروح ما يكونوا بصحة وراح